بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس التاسع والثمانون اللي خاص بأساسية الASP.NET اليوم نحكي عن Windows Authentication and Folder Level Authorization أنا محمد إماند أعرفه اليوم سنكمل بموضوع Windows Authentication لكن سيكون هنا على مستوى اللي هو Folder Level Authorization أوكي لكن قبل نبدأ بدرس اليوم أنا بوصل لك التابع الدروس التالية اللي هو درس السادس والثمانون والدرس السابع والثمانون والدرس الثامن والثمانون الآن في مناقشة اللي هي أساسية الWindows Authentication وفي الدرس الثامن والثمانون اللي هو شوفنا كيف يمكن أن نكون في عندي اللي هو Windows Authentication و Authorizations على مستوى اللي هو الرول وعلى مستوى خلينا نحكي group كgroup أو خلينا نحكي كuser أوكي خلينا نبدأ الآن في عندي هنا اللي هو زي ما نحن جاهدين في عندي بهذا السلوشن في عندي هنا فولدر اللي هو اسمه admin بداخل عندي هنا admin page وفي عندي أيضا عندي هنا another web form هاي web form موجودة على مستوى البروجيكت اوكي أنا بدي أنا لما يجي ندي أي يوزر بديها مباشرة يقدر يدخل على الweb form 1 ولكن ما بدي أي يوزر يقدر يدخل على ال admin folder ويعمل Access على هاي البيج فبالتالي لا بد أنه عملية يتم عمل خلينا نحكي صلاحيات على هذا الموضوع فبالتالي حتى نعمل هذا الأمر خلينا نشوف كيف يمكنه أنه نعمل Folder Level Authorization كيف يمكنك أنك تتحكم باليوزر اللي بقدروا يعملوا Access على هذا والفولدر اللي اسمه admin اوكي تمام لان خلينا نجي نبدي نفس هذا السلوشن الموجود عندي فبالتالي راح اروح مباشرة عن عندي هون اللي هو web application 1 project بيحتوي على web form وايضا بيحتوي عندي هون اللي هو على web config لاحظة لحظة انه هون عمالي هو authorization وبمنع كل عمليا اللي هم الانانوماس خلينا نحكي ال non authentication user اوكي الان لو رحت عندي هون مباشرة راح اعمل click right على project راح اقوم عندي هون بإضافة اللي هو فولدر هذا الفولدر راح اسميه admin اوكي بداخل هذا الفولدر راح اضيف عندي هون اللي هو another page تمام خلينا نضيف اللي عندنا هون اللي هو web form هاي الweb form راح اسميها عندي هون اللي هو admin page زين ما احنا شايفين والان خلينا نضيف عندي هون اللي هو header بداخلها فبالتالي راح اضيف عندي هون اللي هو h1 وخلينا نكتبونا بداخلها اللي هو admin page حتى نعرف انه احنا عملنا access على ال admin page اوكي تمام لان حتى نتحكم عمليا في ال users اللي بإمكانهم انهم يدخلوا على ال admin folder لابد من اضافة اللي هو configuration file فبالتالي راح اعمل click right add a new item راح اضيف عندي هون من general راح اضيف عندي هون اللي هو web configuration file زين ما احنا شايفين الان بداخل ال web configuration file بدي اسمح فقط خلينا نحكي ال users اللي هم عمليا اللي بنتموا الى administrators بانهم يدخلوا على هاي ال web form اللي اسمها admin page حتى نعمل هذا الامر مباشرة راح نستخدم عنده هون اللي هو authorization وطبعا وطبعا بداخل ال authorizations راح نجي نزع اعمال هون اللي هو allow على اللي هو مستوى اللي هو roles ورح نجي نحكي نسمح هون فقط لل administrators انهم يعملوا اللي هم دخول تمام طبعا حتى تشوف هاي ال accounts الموجودة عندي هون مباشرة راح تلاحظ انه هنا في عندي اللي هو users وفي عندي اللي هو groups هاي اللي groups الموجودة عندي هون اللي هم administrators طبعا وعمليا غيرها من هاي ال groups طبعا ال users عندي هون اللي هو administrator guest محمد و user تمام طبعا احنا هون عاملين تسجيل دخول ك user وال user هو عمليا ينتمي الى administrators فبالتالي بدي اسمح فقط لل administrators انهم يعملوا دخول لالهم تمام وطبعا باقي اللي هم users راح نمنحهم فبالتالي نعمل هون اللي هو deny user اللي هو star لان لو وديت عندي هون مباشرة من داخل web form 1 وضغطت مباشرة على control و f5 راح ينفذ لي web form 1 تمام فتلاحظ انه هون مباشرة نفذ لي اياها فبالتالي هذا القرتم تنفيذه تحت اللي هو application pool identity وراح تلاحظ انه في عنده هون ونوع authentication هو negotiate راح تلاحظ انه هنا في عنده هون العمليا ال user اللي عمل دخول اللي هو user تمام لان لو اجيت عندي هون مباشرة مرة ثانية رحت على ال admin page وعملت control و f5 راح تلاحظ انه ايضا عندي هون انه عمالي بقدر اعمال access لين انه هنا داخل بحساب user واليوزر عمليا هو من اللي هو ينتمي ال administrator الآن لو اجيت عندي هون مباشرة بداخل ال web.com فيقين موجود عندي هون وغيرته عمليا ل another account مثلا في عندي هون اللي هو account ثاني اللي هو محمد اللي لو رحت على محمد لاحظ انه محمد هو ينتمي الى ال gusts وليس الى ال administrator فبالتالي لو غيرته تمام بحيث انه ينتمي الى اللي هو ال group الخاص بال gusts تمام فعدلت عندي هون لان انا عدلت هون عندي الى gusts لكن انا الان داخل بحساب user وهذا ال user لا ينتمي الى gusts فبالتالي لما تعمل access على ال web page ال admin page راح يطلب مني معلومات الخاصة في ال account فبالتالي الان تمام الان عندي هون مباشرة فبالتالي لابد انك عمليا حتى تقدر تعمل access على هاي ال page انك تدخل بحساب ينتم الى gusts الان الحساب اللي ينتم الى gusts اللي هو محمد الان لو رحت عندي هون مباشرة عملية اللي هو عملية save الان لو رحت مباشرة عملية اللي هو run من ال web form 1 الان راح تلاحظ انه بامكاني اني اقدر ادخل عليها بالرغم من انه عمليا انا داخل بحساب اللي هو user واليوزر لا ينتم الى gusts لكن ليش داخل عليها؟ لان انا عمالي ما بعمل عليها صلاحية على مستوى اللي هو الويب فورم ليه؟ لانه الويب فورم شو الصلاحية الموجودة بداخل الويب.config عندي هون اللي هي على مستوى اللي هو البروجيكت لاحطة انه هون عمالي بمنع فقط اللي هم من الـ non-authorized اللي هو user فبالتالي هون عمالي بمنع الـ anonymous فبالتالي هون عمالي بعمل authorization بمنع اللي هم عمالي non-authenticated اللي هم users لكن الان واجهت مرة تانية هون عملت run على مستوى اللي هو الـ admin page فبالتالي نحاول اعمل access على الـ admin page انا بداخل الـ web.config file انا هون بسمح فقط لمين للـ gusts تمام؟ طيب الان انا هون داخل بحساب اللي هو user واليوزر لا ينتمي الى حساب gust فبالتالي رح يطلب مني او من هي authentication خلينا نشوف انا بضغط على ctrl و f5 انا رح تلاحظ ان رح يطلب مني اللي هو تدخل معلومات الـ user والنame فبالتالي نعمل access بحساب ينتمي الى القصد طبعاً الحساب ينتمي الى القصد اللي هو محمد تمام؟ وعندي هون اللي هو الـ password اوكي الان انا نعمل عندي هون الـ login لحظة انه دخل ك- admin page الآن شوفنا اذا بيمكنك انك تتحكم بهذا الموضوع الآن ايضاً عندي هون بداخل الـ web.config اللي موجود عندي على مستوى اللي هو الـ admin ايضاً بيمكنك انك تتحكم فيه على مستوى اللي هو ليس فقط الـ role بل ممكن ان يكون على مستوى اللي هو الـ user اوكي الآن لو اجيت عندي هون بداخل الـ web form 1 اوكي ومباشرةً رحت عندي هون على الكود الموجود بداخل اللي هو page underscore load اخذت هذا الكود الموجود عندي طبعاً اللي بضغر المعلومات اللي بيظهر لو عميين الحساب اللي تم فيه تنفيذ الكود وعميين اذا كان فيه authentication ونوع authentication والحساب اللي تم فيه تسجيل اللي هو الدخول اوكي اوكي لو اخذت عميين هذا الكود مباشرةً نروحت بداخل اللي هو admin page ومباشرةً عملت عندي هون اللي هو paste بداخل page load اوكي الآن خليني يجي مرة ثانية يجي نعمل اللي هو save والآن مرة ثانية خليني يجي نعمل اللي هو access تمام ك-admin اوكي لو اجيت عندي هون عملية اللي هو control و f5 مباشرةً رح يطلب مني اللي هو username و password رح نزود عندي هون اللي هو user name اوكي و بالباسور اوكي الان لو اعملت login لاحظ انه رح يطبع لي هاي المعلومات لكن رح تلاحظ انه هون عملت تسجيل دخول كمحمد لكن تم تنفيذ هذا الكود تمام باليوزر عمليا بالapplication pool identity تمام اوكي اذا شفنا كيف بإمكانك انك تعمل privilege على مستوى اللي هو الفولدر عمليا فولدر level authorization و شفنا كيف ايضا ممكن انه يكون ايضا في عنده هون access من اي يوزر تمام على هاي الweb form تمام فبالتالي لابد انه يكون في عندك اكثر من اللي هو web.config file اذا زي مشروفنا عندنا هنا في الاد من هون كان هذا هو webconfig file في حين انه عمليا الapplication file اللي كان موجود على مستوى الroot تمام اللي هو web.config عمليا كنت هنا عمالي بمنع اللي هو non-authenticated user وبالتالي من اكثر الاسئلة اللي بتم عمليا طريحتنا المقابلات هل من الممكن يكون في عندي اكثر من web.config file الجواب نعم اذا كنت انك بدك تتحكم في الweb pages تمام عمليا من الـ users اللي بإمكانهم يعملوا عمليا access عليها وشوفنا كيف بإمكانك انك تعمل هذا الحكي على مستوى اللي هو group تمام وأيضا بإمكانك انك تعمل هذا الأمر على مستوى اللي هو users تمام طبعا زي ما بتلاحظ انه احنا دعمنا access على admin page لكن تم تنفيذ هذا الكود عن طريقه الـ application pool identity أنا لو بدي أعمل عمليا يتنفذ تمام حسب الأكونت اللي أنا داخل فيه تمام اللي هو عندي بهاي الحالة اللي هو محمد تمام حتى تعمل هذا الأمر لابد انك تستخدم اللي هو impersonation تمام وحيث طرح موضوع اللي هو impersonation في الدروس السابقة لو رجعت عندي هنا وعمليا انضفت اللي هو فعلت موضوع اللي هو impersonate تمام خلينا نشوف كيف عمليا شو اللي راح يصير معي الآن خلينا نروح مباشرة بداخل الـ web.config file الان عندي هنا راح اضيف عندي هنا الجزء اللي خاص بي اللي هو impersonation فبالتالح نيجي نحكي عندي هنا impersonate equal true الان راح اجي اسيف الان راح اعمل مرة ثانية تسجيل دخول الـ admin الان كتر الـ f5 الان راح يجي يطلب مني هنا اللي هو معلومات الدخول زي ما احنا شايفين اندخلت لكن راح اتلاحظ انه هنا مباشرة تم تنفيذ هذا الكود بنفس الأكونت اللي أنا داخل فيه اللي هو عمليا عرفه عمليا محمد زي ما احنا شايفين الـ machine name والـ user اللي هو account وبالتالي تنفيذ عمليا الكود عن طريق اللي هو user identity اللي هو الحساب اللي أنا داخل فيه واللي هو زي ما احنا شايفين عندي هنا بنتمي لا اللي هو القصد تمام الان لو مباشرة عندي هنا ضفت عندي هنا اللي هو administrators اوكي اوكي مباشرة عندي هنا غيرت الـ user تمام عندي هنا عمليا محمد خليني اضيفه تمام اللي هو للغروب الخاص بالـ administrators بالتالي راح اروح مباشرة اضع نقل على محمد على properties member of خليني نضيف عندي هنا بحيث انه محمد راح عمليا ينتمي الى administrators check names راح نعمل اوكي بعد هيك مباشرة apply اوكي تمام الان محمد اصبح بنتمي الى اللي هو عمليا بنتمي الى الجروب اللي خاصة في administrators تمام الان اوكي لو بدي مباشرة عمليا الـ admin page يتم عمليا تسجيل الدخول ضمن specific account معين اوكي فبالتالي حتى نعمل هذا الامر اوكي لابد انك تقوم بتحديد اللي هو عمليا اللي هو الـ username و الـ password اللي خاص فيه اوكي فبالتالي احنا هنا خلينيجي نحدده تمام فبالتالي ممكنك انك تضيف عندك هنا اللي هو الـ username اللي هو خلينيحكي محمد اوكي هو الـ password راح يكون عندي هنا اللي هو test اوكي زي ما احنا شايفين الآن مباشرة احاول ادخل من web form 1 اوكي طبعا ما ننسى انه احنا هون راح ندخل من اللي هو web form 1 فبالتالي راح يعمل عندي اللي هو access بحساب اللي هو user اوكي تمام الآن انا داخل اندي هنا بالـ account اللي هو user وطبعا تم عمليا الدخول بحساب اللي هو user اوكي اخينيرجع مرة تانية نحاول ندخل على اللي هو الـ admin page لكن لاحظ انه بداخل web.config انا هون بدخل كمين ك-administrator اوكي اوكي لان قبل شوي لما دخلت على الـ web form دخل بحساب مين بحساب اللي هو user اوكي تمام بالـ user identity اللي هو محمد لكن لما انا عملت لكن لما عملت دخول دخل كعمليا اللي هو authentication كمين ك-user فبالتالي بإمكانك انك مباشرة اتحدد عمليا اللي هو الكود بإمكانك انك تحدد عمليا انه نوع الدخول ك-user identity عن طريق استخدامك للـ impersonate تمام واذا عمليا بدك يدخل بـ specific account معين تمام مثلا زي ما كان عندك في هاي الحالة اوكي مثلا بدك يدخل بحساب اللي هو محمد تمام فبالتالي سيتم تنفيذه دخوله بحساب اللي هو محمد اوكي انا لو شلت اندي هذا الـ account اوكي فبالتالي ممكن انه يدخل عندي هنا يعمل تسجيل دخول عمليا ك-user او ممكن حتى يعمل تسجيل دخول كمحمد فبالتالي بكل الحالتين عمليا ما في عندي اي مشكلة اوكي انا ورجعت مرة تانية على الـ admin page وعملت كوتل و F5 لاحظ لاحظ انه دخل هنا ك-admin page زي ما احنا شايفين دخل هنا كحساب اللي هو user تمام اما اذا بدك يدخل بحساب معين ضمن account معين بالتالي بإمكانك زي ما احنا شوفنا هنا بإمكانك انك تحدد للـ username والـ password اوكي اذا هاي هي فكرة عمليا استخدامنا للـ web.config حتى تتحكم في الـ web pages من الـ client تشوفها وعملين من الـ client اللي ما يشوفها زي ما احنا ذكرنا ممكن عمليا انك تحدده على مستوى administrator او ممكن تحدده على مستوى الـ user ايضا بإمكانك انه عمليا تتحكم في موضوع الـ impersonate انه عمليا انش الـ account اللي رح يعمل عليه عمليا عليه دخول بالتالي اذا حددته عن طريق الاستخدام الـ impersonate فبالتالي رح يتم عمليا تنفيذه بنفس الـ account اللي رح يدخل على اللي هو الجهاز تمام ايضا عمليا اذا بدك عمليا يتحدده ضمن خلينا نحكي اللي هو user محدد تمام مثلا عندك تعمل logged خلينا نحكي لـ specific user معين اوكي بحيث انه بنتمي للـ group مثلا عندي في هاي الكيس اللي هي administrator تمام فبالتالي ممكنك انك تحدد اللي هو الـ username والـ password اوكي اوكي اخيرا بتمنى ان يكون درس اليوم واضح وسهل thanks for listening and have a great day